موسيقى السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سنرى معكم محور ثاني من فم دي الدولة اللي هو طبيعة السلطة السياسية دي جا في الحصة اللي فاتت كنت درت معكم مشروعية الدولة وغايتها يعني المحور الاول فهذا المحور هذا كان لدينا واحد المشكل السؤال كان لدينا علاج الشكل هذا من اين تستمد الدولة مشروعيتها وما هي غايتها يعني حاولنا نعرفو كيفاش الدولة كتتاخد الحق باش انها تدي مجموع من القوانين واتطبقهم للأفراد دي المجتمع ديها يعني مين كتتاخد هذا الحق هذا وكان لدينا السؤال التاني ما هي غايتها يعني شنو الاهداف ديال الدولة دي الاش كان السوعة صافي؟ وجاوب الزاف ديال الفلسفة جاوبولين على دي الاسئلة هدو مثلا توماس هوبس قال لنا بأن الدولة كتستمد المشروعية ديالها المحไوعات لנו من خلال تعقيد الإجتماعي و dividends البداية تستمد المشروعية ديالها تاية من خلال تعقيد إجتماعي بحال توماس هوبس والغاية ديالها هى تحقيق الحرية يعني من شخصية دياله انما نك Tinolc Max اللي كان كاي عرضهم هو هيكل. هيكل قال لنا بان الدولة كتستمد المشروعية ديلها من داتها. مشي من التعاقد الاجتماعي. بنفسها كتستمد المشروعية ديلها. يعني من الواجب انها تدير قوانين وطرموهم الافراد دي المجتمع دي ولا. وبالنسبة لغاية دينا قال لنا بانها غاية مشي وسيلة. توماس هوبزو سبينوزا كي اعتبروا لنا الدولة بانها وسيلة باش الفرد دي المجتمع كي حقق واحد الغاية ليه مثل الحرية ولا السن. هيكل لا. كي قلنا بان ان الدولة هي غاية في ذاتها وليست مجرد وسيلة. صافي اخوان بالنسبة لاد المحوار الاول انا خليليكم الرابط تاوت عد الفيديو هذا في الدسكريبسيون. حاولوا تدخلوا لي وحاولوا تتبعوا معايا. خدوا دفتر ديالكم مستلو حاولوا تنطيوا اي حاجة قلتا. داباي كي يهمنا المحوار الثاني اللي هو طبيعة السلطة السياسية. هاد المحوار هذا شنو خسنا نعرفو فيه. خسنا نعرفو فيه كيفاش الدولة كتمارس السلطة السياسية ديلها. يعني كيفاش كتكون هاد السل السمية. وحش كاف تعتمد على الحق والقانون بمعنى كتكون دولة ديمقراطية ولا كاتعتمد للعنف القوى وكتكون دولة استبدادية. يعني يتميزوا بين جوش للحالات. كي يلي هيقول لكم بان طبيعة السلطة السياسية ديمقراطية. و كي لي يقول لكم بان طبيعة السلطة السياسية استبدادية. ده بغان شوفو المفهمة في فلزافية اللي كاته من الفض المحوار هذا. عدنا منفهم السياسة رادي جاشرحت ليكم في الفيديو السابق قلنا بأنه هتزيد لممارسة علية لتنظيم المجال العمومي بين الأفراد والجماعات بخلق مؤسسة توزيع السلطة بين مختلف الجماعات حفاظا على النظام وعلى سيادة الحق السياسة هي واحد الأسلوب لكتبع الدولة باش أنها تدري مجموعة من القوانين وكتفرضهم من الأفراد المجتمع دولة بالنسبة لمفهوم الدولة وتنظيم سياسي لجماعة ما لا أرض محددة بهدف حماية القانون والأمن الداخلي اعتماد على مؤسسات سياسية عسكارية قانونية وإدارية مش نا هو الدولة؟ الدولة هو بشأن تنظيم سياسي يعني بحل واحد للجهاز لي كيحاول اننظيم الأفراد دي المجتمع باش كي ينظيمهم بالاعتماد على مجموعة من القوانين اللي كيدرون هذ القوانين هذو كله كيصيرو عليهم مجموعة من المؤسسات السياسية والعسكارية والقانونية والإدارية المهم بالنسبة لها Professors ما فهم هذو باش تشوفوا الشرح تعهون بالتفصيل شوفوا المحوال الأول بالنسبة للمفهوم الثالث هو السلطة السياسية هو اللي كي همنا بزاف هذا المحور هذا الإمكانية المتوفرة لدى الدولة لممارسة تأثيرها الأفراد والجماعات وتوجيه تصرفتهم. شنه السلطة السياسية هي فاش كتكون الدولة واحد القدرة باش أنها تدير مجموعة من القوانين على الأفراد المجتمع ديرها وذوق الأفراد دير المجتمع كي يحترموهم. صافي لك مني كتكون عندها القدرة والإمكانية باش أنها تدير قوانين وتأثر على الأفراد دير المجتمع ديرها بالنسبة للسؤال اللي خسنا نجاوبه عليه ما طابعة السلطة السياسية استبدادية أم ديمقراطية. يعني كيف ما قلت لكم غير ميزوا من جوش الأنوال. إما طابعة السلطة السياسية تكون ديمقراطية وهتبال حقه القانون ولا هتكون استبدادية وتبال العنف القوة ده بغنشوفوا الموقف الأول ديال ميكيافيللي. هاد ميكيافيللي هاد غيقولين بأن طابعة السلطة السياسية هي استبدادية بمعنى الدولة كتستعمل العنف وكذلك القوة كيفاش كيف يصير لنا هاد شاميكيافيللي غيقولين بأن السلطة السياسية هي صراح شنو كيقصد بصراح؟ بأن أي أمير أو سلطان أو ماليك أو رئيس ديالشي دولة كما بيكون الحالة ديالها كتكون في صراح مع الأفراد ديال مجتمع ديالها اللي كيبغيو يحيدوه من الحكم دياله دائما كيرفضو للقوانين دياله وكيبغيو وحيدو من الحكم باش هم يحكموه دوك هو دائما خصي يوقف قداموه وميخليه ومش أنه هم يدصروا عليه وحيدو من الحكم دياله صفي؟ هو كيقلنا بأن السلطة السياسية تقوم على الخداع والمكر والعنف يعني دائما في السلطة السياسية كيكون فيها الخداع والمكر وكيقلنا واحد القولة الشهيرة دياله بأن على الحاكم أن يكون أسادا وتعلبا في نفس الوقت بما ندك الحاكم ديالشي دولة خصي يكون بحل الأسد وتعلب في نفس الوقت خصي يكون تميز بالقوة يعني كالأسد وتعلب خصي يكون ماكر يكون قوالبي صفي؟ باش السلطة السياسية دياله ما تحيدش يبقى دائما في الحكم دياله ودائما محفظ على السلطة السياسية دياله لما كانس أسد وتعلب غي تغلبوا عليه دوك الناس دوك الأفراد دي المجتمع اللي بغين يحيدو من الحكم هو كيقلنا بأن على الحاكم أن يتبع طريقتين للحفاظ على سلطته جوج الطرق خاصوا يتبعهم باش يحفظ على السلطة السياسية دياله كينا الطريقة اللولة ليه طريقة القانون وكينا الطريقة الثانية طريقة لا قانون بالنسبة لطريقة القانون أي على الأمير أن يضع القوانين التي تضمن له استمرار سلطته وإجبار الناس على الخضوع لهذه القوانين بالنسبة لطريقة القانون كيدير مجموعة من القوانين اللي كيفردهم من الأفراد دي المجتمع دياله وذوك الأفراد يجب أن يحترموهم وعندما الناس لا تبعوش ذلك طريقة القانون غيرتج الطريقة الثانية وهي طريقة القانون الطريقة القانون كيستعمل فيها العلف القوة يعني ممكن توصلتها للتعديب ممكن توصلتها للقتل ما كيهمش الوسيلة اللي اعتمد عليها باش يتغلب على ذوك الناس اللي بغين يحيدوهم السلطة لأنه كيقولنا في واحد القولة ديانو الغاية تبرر الوسيلة يعني لا بغى أنه يحافظ على السلطة السياسية ديالو وكانت الغاية ديالو أنه يبقى في الحكم رأى الوسيلة اللي تبعها رأى مقبولة كيف ما الوسيلة اللي بغي يدير يقتل اللي يعدب الناس المهم هو يوصل لأوبجيكتيف ديالو يحافظ على الحكم ديالو دوك هذا هو الموقف الأول ديال ميكيافيل رأى بسيد حاولو غي تنطيو أي حاجة قلتها باش ان شاء الله تسأل لكم أموريا أنا رك كان حاول نفهمكم أنا ما كان بغيش نحفظ تالامين الفلسفة رأى ماشي حفظ رأى فهم خاصك تفهم رأى وخات حفظ رأى المواقف اعطاهم الله سير قل بغي في جوجل لا تلقى بزاف ديال مواقف ديال الفلاسفة لكن انت لحفظتهم وانت ما فهم مش رأى ما غتدير وانو رأى الفهم وليكيسة للك المأموريا بالنسبة للموقف الثاني ديال مونتيسكيو غادي عرض الموقف الأول ديال ميكيافيل بمعنى مونتيسكيو غايقول لنا بأن طبيعة السلطة السياسية هي ديمقراطية يعني الدولة كتستعمل الحق والقانون ما كتستعملش القوى والعنف كيفاش كيف سر لناهد شي مونتيسكيو كايقول لنا بأن الحاكم ديال الدولة خاصو يعتمد على فصل السلطة واستقلالها صفي؟ مونتيسكيو غاي ميز لنا بين ثلاثة الأنواع ديال السلطة كايقول لنا بأن أي دولة فيها ثلاثة السلطة كينا السلطة الشريعية ليهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بالنسبة للسلطة الأخيرة القضائية تهتم بحل نزاعات يعني بحل جرائم مثلاً هدو كتكلف بهم غير للسلطة القضائية ما تكلش بهم سلطة نفيدية لها الحكومة وما غا تكلفش بهم سلطة شريعية لها البرلمان لذلك كيقول لنا بأن الدولة خاصة تعتمد على فصل السلطة كل سلطة تخدم بوحدة ما يمكن السلطة نفيدية لها الحكومة تدير الحوج اللي كيديرهم البرلمان وما يمكنش البرلمان يدير الحوج اللي كيديرهم القضاء كل سلطة قصة تخدم بوحدة صفي؟ لماذا؟ لأنه قال لنا بأن تدخل هذه السلطة قد يؤدي إلى الجر والظلم وإهدار حقوق المواطنين والسلب حرياتهم يعني هذه السلطة هدو لدت تدخلوا مع باديتهم غا يلغي الظلم غا يلغي الظلم لأفراد دي المجتمع ديالك ناتك مثلاً مثلاً شي جاري موقعات رميكن السلطة نفيدية تجي ودخل في ديك الجاريمة السلطة القدائية هي اللي كتكلف لماذا؟ لأن ديك السلطة نفيدية مش اللي اختصاص ديالها أنها تدخل في هذا الأمور هدي يعني اللي الدخلات ممكن غا تتلمدو ديك الأفراد دي المجتمع سافيخوان دو كدو الموقف الثاني ديال المونتيسكيو راه بسيط تاوا قلت لكم طبيعة السلطة سياسية ديمقراطية في الحق القانون و الدولة خستعتمدة لفصل السلطة واستقلاليها كانت ثلاثات سلطة شرية والسلطة نفيدية والسلطة القدائية هاد السلطة هادو خسوم كل وحدة تخدم بوحدة تاوحدة ما تدخل في السلطة أخرى دا بغا نشوف الموقف الآخر ديال ابنو خالدون هاد ابنو خالدون رتاهو تقريبا بحل مونتيسكيو تاوا كيقولنا بأن طبيعة السلطة السياسية هي ديمقراطية و كيقولنا بأن الدولة خستعتمدة للرفق والاعتيدان كيقول لنا بأن السلطة في الرفق والاعتيدان والعمل بمقتدر نظر الشرعي والعقلي والليسة نظر الغرض والشهوة يعني دائما الحاكم ديالشي دولة خصو يخدم عقله ما يبقىش يتعمل عشوائيا ويتعمل بأخلاق على الحاكم أن يتصفه بصفات إنسانية نموذجيا توصف بالاعتدال وليس بالبطش والخيانة ما يحاولش يخون أفراد المجتمع دياله تؤهله لقيادة الرعية بالعدل والرحمة يكون رحيم تجار أفراد المجتمع دياله شنو المقصد بالرعية؟ الرعية هما الأفراد المجتمع و كيقولنا بأن أخلاق الرعية من أخلاق السلطان يعني لك أن ذاك الأمير أو الرئيس متخلق رتا الأفراد ديال المجتمع سيأتر عليهم و ثم يكونوا متخلقين مما يوجب عليه التخلق بأخلاق إنسانية عالية ليكون قدوة لغيره دوك هذا الموقف هذا كيتناول واحد الجانب أخلاقي كيقولنا بأن الأمير ديالشي دولة أو رئيس ديالها خاص يكون متخلق خاص يتعمل بإنسانية تجار أفراد ديال المجتمع دياله يعاملهم بالرفق و كدلك ليعتيدا صافيه؟ دونك تواكي قلنا بأن طبيعة السلطة السياسية هي ديمقراطية خاصنا نستعملوا فيها الحق و القانون دوك هذا الشي ليكينا إخوان دوك أتمنى إن شاء الله التوفيق حاولوا تخليونا لايك للفيديو هذا و بارتاجونا لصديقات ديالكم باش توصلوا معلومة و كل شي استردوا اشتركوا في القناة